موسيقى 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 سنة مزيان، ألفين وستاش كي دازت فنياً بالنسبة لك؟ ألفين وستاش صراحة فنياً نقول ممكن في العيد الكبير كان دازت طبعاً لونفون الشيخ فهي كانت عودة بالنسبة لي باش رجع المجال الفني لأنها كنت متوقفة قبل منها واحد الوقت دي العامين من بعد مولد كينزي ليه في عمره الآن؟ دابة عمره الثلاثنين؟ دابة عمره الثلاثنين الله يخليها لكينزي ما يخصي الله يحفظك فهي كانت سنة تفاؤل والعودة ديالي للمجال وبداية يعني أعطتني واحد الـ مني بديت كان نجي للمغرب وكان سافر وهذا حسيت أنه فيما مشيت يعني سافرت وسكنت في بلدانات أخرين من بعد ما كنتمشي لدوباي وكنت سكنة طبعاً فلندغ وكنت رجع المغرب فحسيت اشتياق البلادي ديالي وحسيت بأنه ما كانش بحل المغرب فخلالها خديت قرار أنه في دو ميل سيز غادي ندخل المغرب ونعيش في مراكش في مراكش ووالدك الآن دخلتين ندراسها في مراكش يعني الآن سنة مزيان مستقرة في المغرب أعمال فنية جديدة في هاد العام غادي نشوفوها في الفين وسبعتاش إيه كان فيلم جديد اللي هو كنت صورته في السنة اللي فات في الفين وستاش اللي هو ليالي جهنم ديال من هات مخرج؟ اللي المخرج حميد بناني وهو مشارك حالياً في مهرجان تنجا للمسابقة الرسمية ليالي جهنم ليالي جهنم هلش يتكلمت من هالي جهنم؟ هاد الفيلم هو هادك دور بوطولة ديال عتيقة اكزاكتو نعم فشخصية طبعاً مختلفة وتركيبة مختلفة على اللي قدمتو فيها واحد العمق اللي كان للمسوه في الأحداث والتركيبة ديال الشخصية هي مرأة عادية من عائلة متحفظة وكنشوفو الصراع اللي هي كتعيشو ما بين الأب ديالها والحلم ديالها وتحقيق آلامها أمالها وقين حتى الآلام نعم الآلام فكتحب الموسيقى وغنيت فيها بعض الأغاني أنا مش ذكرون مستمعين معنا كي تتغني كذلك وان رجونا تكلموا على الغيناء فغنيت فيها بعض الأغاني من الريبيرتوار ديالك؟ لا الأسمهان فهي كانت كتحب أسمهان حلش؟ وبرجة تمشيلي حلش غنيتي؟ غنت آهوة يلا أعطينا مقطع منها آهوة فغنت آهوة وغنة زيادة غمخش وغير باش نشيقكم باش تمشي وتشوفوا الفيلم وتسمعوا أكيد الفيلم غادي يكون في القاعدة سينمائية و لكن آهوة أعطينا مقطع منها شو وقتين نسمعوه سناء مزيان ضيفة ديالي قبل ما استقبلوش شاف موحا في حلقة يوم الاثنين سادس مارس يلا كلنا هذا تنهي آهوة 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 آه باش رجوع غيال الأغناء هي يعني مولوعة بآه بآه بآ اسمهان و حلمها باش تغني إيه و هادة فو كنشوفوا آه في الصراع اللي مع عائلتها ما كانش هاد يعني تحت هاد الضغوطات كي خليها باش طبعا تتخلي تخلى على عائلتها وهذا فحتى كتوقع في آيات إخرى اللي هما ما يعني ممكن تحققش هاد هاد الأمل. وكانين بعض المرات كي قصات حقيقية لتتجرى لبن الناس بنات أولاد لإلننتم تيكونوا يتمنى ويديروش حاجة ويستقو. فكيبقى حلم ولكن مزيان أو حلو يكون عندك ذاك الحلم تجرب ماشي ضروري باش يتحقق هذا الحلم إنما باش باش انت كتعيش في الفونتازم ديالك نعم شنوضف لك لغة يلي جهنم كشخصية خدمتي عليها خرجتي منها دخلتي سهل وخرجتي سهل من العتيقة هو صراحة تركيبة كيف قلت كانت صعيبة بمساعدة المخرج باش طبعا كي يوفق ليك أنك تقرأ الخيال دياله باش توصل للتركيبة كيف بغاها وبالميزان كيف كنقولو باش قداش كتعطي لديك الشخصية في التشخيص لنا بعض مرات في بعض المشاهد وبعض المواقف اللي كتكون في السيناريو يا إما إلا عطيتي كتر من المفروض يتعطي فكتقدر تكون يعني مأفور هو طبعا المخرج كتنقش معه في عديفك يعطيك الميزان فتستفد من العملاق وهرم السينيما المغربية حميد بن ناني فأي حد أكيد يتعامل معاه يعني إلا وغا يكتسب حاجة جديدة وهذا كان تاني فيلم كانت تعمل معاه من بعد طفل الشيخ فكيريح الممثيل في خلال العمل كيعطيك واحد الحرية باش تطلع كل الألوان اللي عندك وأنا اللي عجبني أنه كيف كتب السيناريو كتبوه بواحد يعني ناسيج درامي اللي فيك كعطي الممثيل واحد ما سحك به باش يبدأ وعطاقة دياله نعم إذاً لايا لجهنم ألفين وسبعة تكيني أفلام خرا ولا أنتي ميزاجية شوية أنتي والمود ديالك يعني بشوي عليك يعني ما زرباناش أنا كتير يعني تتختار بشوي عليك وتتكوني مرتاحة وطبعاً أنا كنحس بالجمهور والفانز ديالي كيلوموني أنه ما كان توشتش بزيف نوعاً في الدراما أو حتى في السينما يعني نشوف فعلاً لأنه أنا كنقلب على الكاليتي أكتر ما كنقلب على الكوانتيتي فكان دايماً خصني تنبغي الموضوع يشدني أولاً ويكون مختلف تانياً حتى في السوق حتى في الحاجات اللي هي موجودة وما بغيتش يعني نحرق نفسي في أعمال ممكن تكون متشابهة ولا في شخصيات متشابهة فكان بغي نكون دايماً متميزة ألو شنو الدور اللي تتسنى سنة مزيان أو المخرج اللي تتسنى تشتغل معه الكوميديا الكوميديا عزيز علي الكوميديا فقليل اللي كعرف هاد الحس فيها عندي فممكن نبان في حال وأحوال مع لطيف الحلو في ساتكم اللي تعملت في قناة دوزام وكان في رمضان 2013 فأعجبتك تجريبة أعجبتني تجريبة أنا صراحة كان ريهان وحيط لطيف الحلو خدمت معاه طبعاً المخرج لطيف الحلو أنا اللي لاحظت تخدمي عني مع المرتاحي معهم يعني ماشيت كسيناريو أو كشي أو كذا يعني المخرج اللي غترتاحي معه هو المهم بنسمى لك سنة مزيان ضروري ضروري إنه يكون داك الارتياح النفسي لأنه أولاً أنت كنت يفهمك كشخص كيف يفهمك كإنسان قبل فنان فمنك يكون فاهمك تيعرف أشي قدر يطلع منك فالارتياح اللي يعني قيمة الارتياح اللي مع أستاذ لطيف الحلو عارف هداك الحس الكوميدي اللي عندي وفعلاً طلعناه في حال وأحوال وأنا هادي فعلاً اللي بغيت إن شاء الله مستقبلاً نشارك في أعمال إن شاء الله كوميدياً لاحظنا ضغي ضغي السؤال لأننا خاصة نستقبل الشاف موحاو نستمعوا ضغي البيلوم لاحظنا بأننا كانين مجموعة الآن من المنتلين اللي دازول إخراج نقدروا نشوفك شي نهار في الإخراج أنا عملت مساعدة مخرج تاني في مسلسل الوداع كان مسلسل كويتي ناكو صراحة أنا كنت مشيت باش نكون كممتلة ما حسيت إنه أنا باقي ما وصلش باش نقدر نتكلم بالخليجية فاقترحت باش نكون وراء الكاميرا واستمتعت بزاف في التجربة وأكيد بغى نكررها إن شاء الله نعم الغناء إحنا الآن تنستمعوا القطعات بلوم سناء مزيان وبعدها يعني من هنا تلسة قيخة سيستقبل شاف موحا الغناء فينا هو الغناء إن شاء الله أنا دابا عملا كيكي قولو بوز ما إن شاء الله مني نكون نفسيا مستعدة ترجع بغي ترجع بقوة فعندي أفكار عندي واحد الطاقة للغناء إنما باقي ما مستعدش حاليا وإن شاء الله سيكون قريبا إن شاء الله نرجع نعمل أغاني جديدة إن شاء الله بالعكس ومرحبة سواء بالمخرجين اللي كيعرفوني أو اللي ما كيعرف أو حتش جداد بالعكس أنا نبغي نكون قريبة حيتي كيقولك اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب فبغيت نكون قريبة من جمهوري ومن كل شي الزمائل سيولي لأن أنا عارفة كيلوموني دايما وبغيني نكون جنبهم فأنا كنقول هنا رجعت 2017 هيا الآن سناء مزيان